بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد طلابي الأعزاء طلاب صف رابع اليوم مع درس جديد من دروس مادات الحديث وهو صفة مزاح النبي صلى الله عليه وسلم نريد شباب أن نعرف صفة مزاح النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يمزح النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس ومع الصحابة ومع أهله ومع جميع الناس من حسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتلطف به من مزاح مع الصحابة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الصحابة معاملة حسنة وكان يتلطف معهم ويمزح معهم ولم يمنعه مقام النبوة ووقار الرسالة من تلبية هذه الحاجة في نفوس أصحابه مقام النبوة شباب ما منعش النبي أن يمزح مع أصحابه تلبية لهذه الحاجة في نفوس الصحابة رضي الله عنه ممازحته صلى الله عليه وسلم لعامة الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح الصحابة جميعا من أمثلة مماذحة النبي صلى الله عليه وسلم شباب أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة العجوز بتدعو النبي وبتطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها أن يدخلها الله الجنة فقال لها النبي يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز النبي بيقول لهذه المرأة العجوز أن الجنة لا يدخلها المرأة العجوز ولا الناس وهم كبار في السن قال فولت تبكي زهبت المرأة وهي تبكي لأنها اعتقدت أنها لن تدخل الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز النبي قال للصحابة أخبروا هذه المرأة أنها لا تدخل للجنة وهي عجوز إن الله تعالى يقول في القرآن الكريم إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا بمعنى أن المرأة العجوز تعود إلى شبابها وتدخل الجنة وهي شابة أتاه أحد أصحابه يطلب مركبا ليذهب إلى الجهات أحد الصحابة شباب جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه جوادا يركب عليه للذهاب إلى الجهات يريد حصان يركب عليه ليذهب إلى الجهات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الصحابة إنا حاملوك على ولد الناقة بمعنى أننا سنعطيك ولد ناقة تركب عليه فقال وما أصنع بولد الناقة فالصحابي قال للنبي ماذا أفعل بولد الناقة يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق هل الإبل بتلد إلا النوق الإبل لا تلد إلا النوق نشاط الأول إنا حاملوك على ولد الناقة نريد أن نستنتج هديا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المزاح في هذا الحديث أتى أحد الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه مركبا بمعنى يطلب منه شيئا يركب عليه ليذهب به إلى الجهات فالنبي قال له مازحا النبي يمزح معه إنا حاملوك على ولد الناقة فالرجل ظن رجل اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحمله على صغير الناقة على رضيع الناقة فقال وما أصنع بولد الناقة قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق النبي قال له الإبل بتلد إلا النوق من هذه النبي صلى الله عليه وسلم الصدق في المزاح بمعنى أنك لا تقول في المزاح إلا كلاما صادقا ولا تكذب ممازحته للصغار كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح الصغار ويمزح معهم رأى النبي صلى الله عليه وسلم طفلا صغيرا حزينا بسبب موت عصفوره النبي يا شباب شاف طفل صغير كان حزين وزعلان علشان العصفور حجه مات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ملاطفا كان النبي بيلاطفه واتكلم معه قال له النبي يا أبا عمير ما فعل النغير النغير المقصود بها شباب العصفور وعن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر أم خالد جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم مع أبيها كانت مع أبوها وكانت عليها قميص أصفر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها إيش سنة سنة بمعنى قال عبد الله بن المبارك دي كلمة في لغة الأحباش في لغة الحبشية معناها حسنة قالت فذهبت ألعب بخاتم النبوة راحت تلعب بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم فنهرها أبوها أبوها نهاها قال لها ما تلعب بخاتم النبوة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها نبي قال لي أبوها اتركها تلعب ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي بمعنى أنها تلعب بالخاتم هذا وتبليه تجعله قديما ما في مشكلة والنبي قال لأبوها اتركها تلعب بها تلعب بهذا الخاتم كيف شاءت مثل ما تريد وهذا يدل على عطف النبي صلى الله عليه وسلم على الأطفال وعطفه وحنانه على الأطفال النشاط الثاني على ما يدل مزاحه صلى الله عليه وسلم مع عامة المسلمين طبعا ده شباب بيدل على فواضع النبي أنه كان بيتعامل مع الناس بمنتهى التواضع وبيتعامل معهم بخلق حسن جميل وحسن تعامله مع المسلمين صلى الله عليه وسلم طبعا نتعلم من هذا الدرس شباب أقول الحق ولو كنت مازحا حتى لو كنت بتمزح لازم كلامك يكون صادقا ولا تكذب فيه وفي النهاية أرجو منكم أن تقوموا بحل التقويم على هذا الدرس في صفحة 98 وفي النهاية أسأل الله العظيم رب العرش الكريم نوفقنا لما يحب وعرضه إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته